ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وأمنها وكذلك نفعل بالنسبة للفلسطينيين ندرك أن هذا يحتاج لحل سياسي حقيقي لأنه السبيل لإحلال السلام ولنفعل ذلك علينا إعادة إرساء عملية سياسية لكن الملحة الآن هو وقف العنف وتنفيذ وقف إطلاق النار ومن ثم علينا البدء في إحياء المفاوضات بين الطرفين لإطلاق عملية السلام أجريت اتصالاً مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والعديد من الشركاء اتصلوا به وكذلك الرباعية الدولية لدينا ممثلية جديدة للرباعية سترسل أسماؤها إلى كل الأطراف المعنية